كشفت تقرير صحفية عن اهتمام نادي منشستر يونيتد بالتعاقد مع السنغالي سديو ماني نجم هجوم بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث يبدو ماني قريبا من مغادرة بايرن ميونيخ بعد موسم واحد مع الفريق البافاري وذلك لعدة أسباب يأتي على رأسها تذبذب مستوى وبحسب ما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية فان منشستر يونيتد يستعد لتحرك مفاجئ من اجل ضم ماني في الميركاتو الصيفي حيث يسعى المدرب ايريك تيني هاج لتعزيز الخط الامامي وفي حالة انتقال ماني الى منشستر يونيتد سيكون ذلك بمثابة خيانة لليفربول ناديه السابق في ظل العداء التاريخي بين الناديين واشار تقرير ميرور الى ان يونيتد سيجد منافسة قوية من نيو كاسل وهما الناديان الاكثر رغبة حتى الان في ضم النجم السنغالي ومن الجدير بالذكر ان هذه ليست مرة الاولى التي يبدي فيها منشستر يونيتد اهتمامه بالتعاقد مع ماني حيث دخل الشياطين الحمر في منافسة على ضمه مع ليفربول عام 2016 غير انها انتهت لصالح الريدس حيث ان ماني انضم الى ليفربول في صيف 2016 قادما من سوثامتون واستمر سبع سنوات مع الريدس قبل رحيله صوب بايرن ميونيخ وخاض لاعب الجناح السنغالي 269 مباراة بقميص ليفربول سجل خلالها 120 هدفا وصنع 48 ومنذ بداية الموسم الحالي شارك ماني في 37 مباراة مع بايرن ميونيخ هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالها 12 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة اشتركوا في القناة